بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدي قناة الأهلي في برناميكم ملك اكتابة أينما كنتم الأهلي وتمن التفوق بين التحليق والتقليل والواقع إبراهيم أهلا بك يا بشمهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الإثنين من ملك اكتابة كل سنة وحضراتك طيبين الحلقة 838 من ملك اكتابة بيبدأها المهندس عدلي ما بين التحليق والتقليل والواقع التحليق أنك أنت كجمهور الأهلي عندما يتفوق الأهلي يتقلق ويحطم أرقامه بنفسه بيبتدي يحطك في مود أو في حالة لا تقبل الخروج من هذا التفوق بأي تامن إذا كسبت واحد يقول لك مضيعنا أربعة إذا كسبت ثلاثة يقول لك أن ممكن نكسب سبعة إذا تعادلت يقول لك يا نهر بيض الشوت الثاني واحد مش الشوت ده بقى واللعيب نفسه بيقايم بطريقة يعني الكورة حقيقتها الفوت ده بيعمل لك أنت فاكر لما السنة الأولى بتاع جوسيه المزهلة دي وإحنا في اليابان قلت لك إيه الخوف من اللي جاي قلت لك الخوف من اللي جاي لإني مش هتقبل أو الهزيمة فإحنا هنرجع عالدوري يعني أو 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 يعني أو التعادل أنت دلوقتي الناس عايزة الأرقام القاسية التحدي بقى في حدة تانية اي فعندما جاءت القصارة في كأس العالم كسرت الحدة دي ورجعنا عالدوري ابتدينا نزلتك من السماء شوية حطينا رجلنا على الأرض الواقع وليقول مهما كان تفوقك أو تفوق أي نادي في العالم أي عمل بشري ما فيش حاجة اسمها فوز ولا شيء غير الفوز لا الستي عمل كده ولا المدريد عمل كده ولا البشر يعمل كده ولا البشر عمل كده ولا المنطق يقول كده لأن حسب قانون الاحتمالات يعني أنت حتى لما تلعبني مئة مرة وانت أقوى مني بوقت تكسب 29 مرة وأنا مرة كده إفردين أنا بعمل كده بإيدي وأنا بلعبك بوكس جات فيك كسبت أنا ماتش وأنا مش عارم كسبت أزاي فالنهارده الآن تسللت 99 وتنزك في المهر إنما هو ده دي أوف إن اللعب اللعبة لقضامك أولا خلي بالك أسهل ما يمكن وخصوصاً زا كانت الفارق مش حاسمة مش كبير أوي يعني إنك تعمل جيم دفاعي لكن إحنا كمان عودنا الناس على ثقافة التهليل وتكريم مش لهذا الأسلوب أن تخرج أمام الأهلي متعادلاً فاللي قدامك عمل كل شيء اللي قدامك عمل كل شيء يناسب أهدافه يناسب اللي عايزه من المباراة يناسب الخطة الموضوعة أني مش عايز أغسر ولو قدرت أخطف من المكسب يبقى كويس لكن إنت ما فيش إنت المكسب أو المكسب أو المكسب فالفرق صعب دي حاجة الحاجة التانية التقليل بقى المنافس ياخد منك المود اللي إنت عايشه اللي مش حلو ده ويبتدي يقلل من كل حاجة عملتها وهذا هو المضحك في الأمر أني تبصت ليه حد يقولك يا أبو خامسة ما أنت واخد مني خمسة عام خمسة وستة وارضة لا تحديدك واخد مني خمسة وما خدتش منك أنت خمسة أنت بتدباه بعد تاني في أبو خمسة نوم عنا إيه عندنا ناس تضغاز فترد وتشيل هم وساعات ترد إيه بقى إنك تدعم من فرقاتها وهنا كان فيه يعني قاعدة مع ناس أصدقاء وينا متفرج على ماتش البنك وصار جدلاً يعني طول ما جماعة مش عايزين نعمم يعني مش عايزين نقول إيه فلان وحش وفلان ده هايل الهايل ده حيجيله لحظة مش هيوفق والوحش ده لأنه هو في الآلفة جاي على بيز كويس وشفناه في لحظاته وهو كويس ولما كان في بداية الموسم كان كويس جداً لما تعور إلينا كلنا ها فلاعب النادي الأهلي بالذات كلنا عارفين إنه معدانه كويس ده محتاج الدعم ومش محتاج الدعم وهو كويس ما هو كويس وهو منتج محتاج الدعم إنك ما تقرص عليه لما ما يبقاش موفق لأن إحنا بنوطره زيادة كلر بيشير بزكاء إلى المواضيع دي في المؤتمرات بتاعته ولكن تعميم الجمهور مين الجمهور الجمهور ده 80 مليون هتليه شرايح ناس كده وناس كده وناس كده لكن كلهم متفقين على إيه حب الآلي لكن يختلفوا في رد فعلهم في إذا ما يحدث للنادي الآلي فعندما نتحدث عشان الجمهور يتوحد بنتحدث على أن يجمعنا ثقافة معينة خلينا نقبل حاجات ما نقبلش التقصير ما نقبلش الإهمال ما نقبلش الخيانة ما نقبلش عدم الوضوح لكن إذا كان كل بيسعى أحيانا تقبل في النص يحصل لك دروب وتقوم بسرعة عشان تكتسح الأخضر وليس ده الواقع بقى